اهلا ومرحبا طبعا برضو هذا كان اخر لك استخدمت بنات هنا روج كريمي عادي الروج حق الفم اي حاجة كريمية تمشي معاك حتى لو تجيب زبدة لورباك حطي كل شي يمشي لعد ما توصل المهم اي شي كريمي او جل او كحل اللي تبونه تمام حطيت وبعدين حطيت فوقه نفس اللون تقريبا اللي هو حسب اختير البنات لون عن نعبي طب طبت بس بالفرشة بنات فوق المادة الكريمية يعني ما سويت ولا شي اوكي طبعا انتم شايفين حطيت زي نص القوس في البداية ونص القوس في النهاية بعدين طب طبت فوقها زي ما انتم شايفين باللون العنابي بعدين اخدت الفرشة هذه مرة رقيقة مثل رقتي طب طبت كذا بس على الزوايا بعدين اخدت لون فضي برضو مائي حطيته في النص بعدين طب طبت فوقه باي شادو فضي اللي هو هذا اللي انا قاعد اوريكم هو عساس بس ابغى اللون يكون قوي اذا الدرس اللي تعلمنا في هذه الحلقة حلوة الحلقة المهم ان اي شي تابونا يطلع واضح حطه تحت قاعدة كريمية ويفضل تكون من نفس اللون يعني لو عندك مثلا شي اخضر حطي اخضر كريمي بعدين حطي اخضر عادي اوكي يطلع واضح المهم بعدها اخدت اللي هو الاي لينر الابيض وحطيت زي الرسمة هذه زاوية هي وما درش في صوت يا بنات هذا من كذب ما اشرح الحواجب حصب يلا الحواجب المهم حطيت هنا طبعا والفرش اللي قاعدة استخدمها يا بنات هي فرش رسم على الاضافر برضو لقيتها في متجر تيك توك فنزلتها عندي في المتجر اللي حابت تختارها او تشتريها مرة رهيبة ترسم معاكم بدقة مرة رهيبة هي مجموعة كبيرة ولقيت نفسها بالضبط بس السعر للامانة اقل بعد كذا اخدت اي لينر اسود رسمت فوق العين بعدها رسمت شرطة زي كذا سويت البوزة وكانت مرة بوزة ناعمة بالاي لينر الاسود زي ما اذكر هذه الالوان اللي انا قاعدة اشتغل فيها الوان مائية والفرش الدقيقة مرة هذه قاعدة هنا اوريها للبنات لانت سألوني عنها في اللايف هي فرش الرسم على الاضافر طبعا رهيبة للأي لينر مرة رقيقة ما راح تلاجو زيها وضمتم بخير اشتركوا في القناة